هذا وقد نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية في قرية تانجريك أولى مبادرات الحوار المجتمعي لمبادرات حياة كريمة وتعمل المبادرة على تطوير الريف المصري وتم استعرض ما تم إنجازه خلال البهود مؤسسة حياة كريمة في قرى ومراكز محافظة الغربية وما تستهدفه المؤسسة من خلال الفعليات وهو توعية شباب الجامعات المصرية بأهداف وأليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وما تم إنجازه حتى الآن من سلسلة حواراتنا المجتمعية في محافظة الغربية أو بالتحديد في مراكز المرحلة التانية من مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية وعلى رأسها مركز باسيون اللي بصراحة طلع معجزة اسمها كابتن محمد صلاح من قرية نجريج واللي بدأنا فيها النهاردة أولى حواراتنا المجتمعية ومنحابب نقلق حابين نقول للناس تاني إن إحنا عندنا معجزة تانية اسمها حياة كريمة بتحقق لكم كل اللي انتوا عايزينه بتوفر لكم أبسط حقوقكم اللي يعني سواء اتحرمتم منها من فترة سواء عندكم طلبات في بعض المحاور حياة كريمة موجودة عشان تحققها لكم نتمنى إن شاء الله بإذن الله مركز باسيون يبقى من ضمن أفضل المراكز على المستوى اللي هتتحقق فيها حياة كريمة هتتنفذ فعلا إن شاء الله بإذن الله من بداية شهر واحد هتتنفذ على أرض الواقع وإن شاء الله بإذن الله مركز باسيون يبقى من أفضل المراكز تم اختيار قريتنا ودي حاجة تشرفنا وحاجة تساعدنا إن هي تكون استهلال اللقاءات المجتمعية بأسرة حياة كريمة بالكرة وأعتقد إن كانت نجريج يعني الحمد لله نظراً لمتميز به من عزيمة وإصرار بالنسبة للكابتن محمد طبعاً جعل إن هي تكون المقصد الأول إن إحنا تكون بداية تشكين حياة كريمة داخل قرية نجريج إحنا طبعاً سعداء جداً بحياة كريمة بمساعدة الرئيس لنا وللبلد حضرتك ونتمنى من الله إن شاء الله التوفيق بإذن الله للشعب والرئيس والحكومة والجيش والشرطة إيد واحد حان شباب القرية باشكر السيد الرئيس عن فتاح السيسي أديك شباب عرفنا قيمة مشروع حياة كريمة والمشروع فعلاً خلاص يعني عرفنا ما فيش قيمة بين القرية والمدينة أصباحة القرية زال المدينة بالضغط يمكن أحسن